اسمحوا لي نحن نتابع طبعا هذا الحديث ولكن ورد الآن هذا الخبر العاجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر مرسوم يحضر فيه تصدير النفط الروسي إلى الدول التي فرضت سقف أسعار سيكون لنا تعليق على هذا الموضوع في أجوز الأخير من البرنامج إذن المرسوم يحضر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير عام 2023 يستمر لمدة خمسة أشهر وحتى الأول من يوليو تموز وهو إذن هذا حضر توريد النفط الروسي ومشتقاته البترولية وفقا لقرار سقف السعر ويدخل حيز التنفيذ ويحضر تسليم المتجات النفطية إذا كان العقد يتدمن سقف السعر المفروض من بعض الدول إذا ورد الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل فلاديمير بوتين الرئيس الروسي يوقع اليوم على مرسوم يحضر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير من العام المقبل 2023 يستمر لمدة خمسة أشهر هذا الخبر إذن يصل قبل لحظات نحن نترقب هذا الخبر منذ بداية اليوم على كل إن سيكون لنا تغطية ضمن نشراتنا لهذا الخبر وغيره من الأخبار بهذا نكون قد وصلنا